أردن نحبك موت والله نحبك موت نادينا على الصوت يا أردن اشتركوا في القناة مرحبا معكم عبدالله يوسف من شركة فيغاس فيبر احنا وقلنا منتجات البوب كلاود المنتجات من امريكا وزوس جيوس والبوب كلاود المنتجات من بريطانيا منتجاتنا الامريكية هي البوب كلاود المنتجات سكر خفيف ما بيحرك بودات أو كويلات يعني بسبوعين ثلاث ممكن يضل معاك شهر زمن حسب استخدامك ونفس الموال عنا بالجيوس البريطاني اللي هي الزوس جيوس والبوب والبولت النكوتين اللي بيجي عنا بالأردن المخصص بالأردن بيجي 20 ميلا جرام هو اول ما بلش الترخيص الجيوس بنهاية 2019 كانت 25 و بنص 2021 عدله على القانون وخلهه 20 ميلا جرام فاحنا كل الجيوس تبعنا بيجي 20 بالزبط يعني الفحوصات كله موجودة عنا واحنا موقعنا في فيجيز فيبر بشارع القدس بالمقابلين بمجمع ستار بلازا اشتركوا في القناة موسيقى اهلا ومرحبا بكم عزائي المشاهدين بحلقة جديدة ببرنامجكم خطوات اردنية رحبا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد محمد بكر بداية مساعد مساعدك مساعدك يا رب سعيدا سيد محمد وحردتك المدير العام لشركة فيجاس فيبر وبالتحديد في عمان وأغنى من انتو عرف تعرفتني وتعرف السعادة المشاهدين بالإبداة بسيطة عن حالك هلا وسألوا فيكم جميعا اول اشي وشرفتونه هون اليوم بالشركة بالمحل طبعا انا اسمي محمد بكر بداياتي بالفبت كانت تقريبا من شهر عشرة الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين مش اثنين وعشرين ومستمر فيها الهسا نعم بالتوفيه بس تحكينا اكتر عن الشركة وعن بداياتكم كيف دخلتوا اصلا لهذا المجال كان معروف اول اشي كثير بامريكا بعدين بلش المشروع جديد فكرة جديدة هون بالاردن فدخلوا فيك فكرة جابوا منتجات وخدمات انه عشان للبوا احتياجات الزبان نعم ولا هسا مستمرين نعم بالتوفيه تعرفنا اكتر عن الشركة شو الخدمات والمنتجات اللي عم بتقدموها عندكم للسوق المحلي هسا احنا حاليا بالاساس شركة توزيع من جديدة منا المحل هون من اول تمانية بدك تحكي تقريبا المنتجات تابعتنا عندنا خمسة اللي هم البوبكلاود والالامنتل والزوز جوس الزوز جوس عندك بين قسم لتلت اقصى اللي هم الزوز والبولت والبروبرفي تمام كبدايات كانوا اللي هم البوبكلاود والالامنتل بعدين جبنا الزوز جوس اللي هو بشار 5-23-20 اتوزع وانتشب تقريبا بكل المحلات والزبائن الاغلبية بتعرف البوبكلاود والالامنتل وموجود باغلبية المحلات الراحي تفوتوا عليها بالاردن نعم، لكن برأيك شو صرت من يونسكم واللجاحكم وانتغيركم بما جعله البوبكلاود؟ أولا الأسلوب، ثانيا مساعدتنا للمحلات يعني أي شيء بساعد المحل أو هو مثلا أشفي عنده أفكار حاب يعملها منساعدوا فيها ضمن القدرات تبعتنا أكيد تحكينا شوية أكثر عن العروض اللي عم بتقدمها الشركة عنك؟ يعني مثلا لما نزل الزوزجوز بأول خمسة ملنا عليه أرض على 1200 حبة هاي كمساعدة للمحلات الموجودة بالاردن وعشان يربحوا يعني أكثر في متكيف ومن هاي الناحية راح ساعدهم بشكل مادي أعلى تمام؟ غير أنه المنتج راح انتشر كمان أكثر ومثلا هون احنا منعمل عروض مستمرة كمان للزبائن وغير هيك من شهرين ثلاث عملنا على البوبكلاود والمنتل على المية 25 حبة بدل على المية 10 حبات نعم بالتغفية ولكن بالأصل ما رأيتكم المستقبلي للشركة؟ انتو بشو حاب انتبع لقدام؟ لقدام نعمل فكرة جديدة مثلا بالسوق المحلي هون بالأردن كمثلا الالكويد انك انت جي بجهاز تحطي العلبة بدل ما انت مثلا تعبي البود اللي هو زي هاد من الجانب من هون انت بتجي بجهاز مثل فكرة الـ انت بس بتحطي العلبة الالكويد اللي هي من تحت 10 مل وبتبلشت في بعد هاي عشان يعني نوفر جهود ووقت على زبون خلاني نحكي نعم بس تحكينا اكتر عن ابرز المشاكل والمعويقات والتحديات اللي واجهتكم بهذا المجال حس ابرز المشاكل الموجودة بالسوق المحلي الاردني بشكل عام اللي هو حرق الاسعار تمام الشركات كلها اغلبية الاحيان بتحاول انه هي ما تحرق بتحاول انه هي تنشر بس بنفس الوقت اتلبي احتياجات للزبون اللي هو من ناحة المربح تابه يكون اعلى عشانه يعني يرتع خلاني نحكي نفسيا وماديا كمان ومعنويا اللي هو كمساعدات معنوية هاي بتقدمها الشركات هون بالاردن بس المحلات مثلا بنضغطوا ماديا بنضغطوا معنويا فبيبلشوا يحرقوا سعر فهذا الحكيه باثرع السوق كامل باثرع باقي المحلات طبعا فالكل بتطروا انه يحرق سعر ماديا نعم ننتقي للجانب الوطني لو كدير عليك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا استقول له؟ شكرا له على الفرص اللي بوفر لهيانا بالاردن بس اكيد فعترت بصمي بحيات السيد محمد وعطا الدافع لحتى يوصل لها اي مرحلة فانتا لين بتحب توجه رسالة شكرا عبر برنامجنا؟ بوجه رسالة شكل طبعا اول اشيئ لكم انتوا اجيتوا اعطتونا الفرصة الحلوين انو احنا نطلع معكم على قنوات السوشال ميديا وان شاء الله انو الفرصة تكون عندنا بالاردن اعلى للشباب اللي زينا هل هو حد دعمك مثلا من اهلك يعني تحب تشكروا في جبك واسحادك يعني هيك اكبر دعم الاحاليين اللي هي الوالدي الله خليها يا رب واخواني هم اكثر دعمين يعني طبعا صاحب الشركة كمان هون ما قسر للامانة داعم مانوي ومادي جدا احنا موقعنا بعمان باللي مقابلين شارع القدس مجمع ستار بلازا بجانب البنك الاستثماري وطبعا اي خدمة اي منتج بدكم اياه ان شاء الله بتلاقوه موجودة هنا باحسن الاسعار وافضل الورود اذا دعا اعزائي المشاهدين نودعنا نشكر السيد محمد بكر على حصد اصدفته لنا على امل ان ننطعكم بحلقة بديدة ان شاء الله شكرا للك